ديلان يقرر التحدث إلى أزاد ديلان الذي كان منزعجا جدا من السلوك الذي تعرض له والده لديه الفرصة للتحدث مع أزاد حتى لو كان سيئا تفاجأ باران تماما عندما رأى ديلان يغادر غرفة جدته يبدو أن حسن لن يحدث فهو ينوي جعل كودريت سيئا بطريقته الخاصة إنه يفكر في إضافة أدويته الخاصة إلى الأدوية التي سيصفها له بالطبع من خلال القيام بذلك سيترك وراءه أدلة تشير إلى أن الشخص الذي يريد إيذاء كودريت موجود في القصر اتخذ باران وديلان خطوات تجاه بعضهم البعض ويعتزمان الاستمرار في ذلك يشمر باران عن سواعده ويدخل المطبخ من أجل ديلان الذي طرده أزاد من المطبخ باران وديلان في المطبخ وسنحظى بمتعة كبيرة عند مشاهدة هذه المشاهد حيث سيزداد التواصل بين الاثنين التفاصيل قيمة للغاية بينما يريد ديلان مساعدة باران فإنه يأخذ السكين من يده يقول باران لا تأخذها مني وبحسب بعض المعتقدات فإن أخذ سكين من يد شخص ما يدل على قتال غاضب لذلك نرى أن باران ليس لديه أي نية للغضب من ديلان دعونا نرى ما سيحدث على هذه الطاولة حيث تجتمع العائلة معا والتي أعدها باران وديلان لقد دخلنا الآن في عملية بناءة بين ديلان وباران على الرغم من أن هذه المواقف الصعبة التي يواجهها ديلان وباران يبدو أنها تفرق بينهما إلا أنها تلعب دورا موحدا منذ البداية سيجد باران وديلان الحقيقة في أخطائهما ويمضيان قدما في هذه العمليات لم يتعرض باران للضرب من قبل والدي ديلان وكان منزعجا من اعتقاد ديلان بذلك واجه باران ديلان وطلب منه إطلاق النار عليه ووضع حد لهذه الحادثة فكر ديلان في كيفية وصوله إلى هذا الموقف السخيف واستجمع قواه لقد اعتقدت أن باران كان يتصرف بصعوبة بالغة وقررت اتخاذ خطوة انتجاهه قال ديلان أن حياته تتكون فقط من هذه الغرفة الصغيرة في هذا القصر الضخم وأنه وضع باران في تلك الحياة رحبت ديلان بباران في حياتها الصغيرة بينما تختفي غيرة باران وانزعجه بشأن ديلان أدرك ديلان أيضا أنه يثق في باران ديلان تبكي ومن خلال العمل معا يحققون ذلك في كل مرة ماذا يعني أن يضرب والده؟ كم عدد الأماكن الأخرى التي سيصاب فيها ديلان؟ ديلان يدعو للحساب يطلب ديلان من الجميع من أزاد وباران والجميع محاسبة والده يتحدى أولئك الذين يضربون والده بالسؤال عما إذا كان قلبه قد برد ديلان سيجعل باران يشكك في ضميره تدريجيا سيعود باران وعائلته إلى رشدهم لكن ما يشعر به ديلان في داخله سيظل جرحا أما باران فيبدو أن أمامه الكثير من المعارك ليخوضها مع ديلان لأن ديلان يجعله دائما يشكك في الأشياء مهما كان ما يختبره باران فهو يعيش داخل نفسه ولا يشاركه مع أحد يذهب ديلان لرؤية والده ويعتذر ومرة أخرى يطلب العفو منه ويقول إنه سيكون من الأفضل للعائلتين لابتعاد عن بعضهم البعض من الآن فصاعدا يقول إن بناته متن وأنه سيواصل حياته مثل ديلان كارابي نأمل أنه بينما تواصل ديلان حياتها كديلان كارابي تختار التحدث إلى عائلة كارابي باللغة التي يفهمونها لا يستطيع حسن أن يبقي فمه مغلقا مرة أخرى ويثرثر بشيء بجوار قدرت باران يرجى التأكد من أن عمك يخطط لشيء ما من الواضح أن الأمر سينتهي بي في مستشفى للأمراض العقلية لقد جنى بسبب علي وينوي قتل الجميع العاصفة والفوضى لا تهدأ في زهور الدم المواجهة الكبرى على البابي تتواجه عائلة سييت وكارابي مع بعضهما البعض تم رسم البنادق من فضلك لا تدع ديلان يكون هو الذي يحترق في هذه القصة نحن أمام حلقة أخرى مثيرة في مسلسل زهور الدم جاء سييت ليثير الأمور أزادي الذي هو مستاء بالفعل لن يكون قادرا على تحمل هذا الوضع على الإطلاق وفجأة اصطف جميع أفراد عائلة كارابي عند الباب حاملين أسلحة في أيديهم باران وديلان عالقون مرة أخرى وبينما يحدث كل هذا يبدو أن كودريت سيبدأ في الردي وحده كودريت الذي يرمي بنفسه من الكرسي المتحرك يستطيع إيقاف هذه الفوضى يعطي باران تعليمات بإنزال الأسلحة لحماية عائلته ويضع نفسه في المقدمة لحماية عائلته من ناحية أخرى يتوسل ديلان إلى باران أن لا يحل هذه المشكلة بهذه الطريقة بالطبع باران لن يطلق النار على سعيد نعتقد أن باران سيطلق النار على سعيد بكلماته وفي نهاية الحلقة قد تأتي مفاجأة من قدرت بينما كان كل شيء هادئا في زهور الدم يظهر سييد الآن وسعيد الذي يفكر في رؤية ابنته بعد أشهر لن يفعل شيئا سوى تصعيد الوضع فقط عندما تحسنت علاقات باران وديلان يرى ديلان ردود أفعال باران تجاه عائلته ديلان لا يريد أن تكون علاقة باران سيئة مع عائلته بسببه لأنه يعرف ما يعنيه أن تكون بدون عائلة كما يحاول باران إقناع ديلان بأنه لا ينعزل عن هذه العائلة وأنه الآن دخل هذه العائلة وهو جزء منها دموع ديلان لسوء الحظ دموع ديلان لا تتوقف الدموع التي ذرفتها ديلان تصل إلى قلب باران يواجه باران صعوبة في عدم مسح دموع ديلان ومن ناحية أخرى ماذا سيحدث في مثلث الحب لي وعلي وزمرت؟ زمرت على علم بكل شيء إنه يمنحني الوقت إذا لم تكشف هذه المعلومات في فم زمرت فسوف تأخذك بين يديها لا تنوي أن تتخلى بسهولة عن هذه القطعة الأخيرة من الغصن التي تنسك بها باران لا يزال غاضبا من ميتين من ناحية أخرى يخشى ديلان من عدم احترام معلمته يتساءل عما قاله باران لمعلمه حتى لو لم يكن هناك شيء بينهما رأى باران عملية تمزيق ديلان بعيدا عنه ولهذا السبب اقترب من معلم الميتيني لقد بادر بهذا إلى ديلان عندما قال باران شيئا بصوت عال شعر بالحرج الشديد وتقبل حقيقة أنه سمع مشاعره بصوت عال المكان الوحيد الذي يستطيع باران الذهاب إليه والانفتاح عليه هو مع والدته وأبيه وهو يعلم جدا أنه يتم الاستماع إليه دون الحكم عليه من الجانبين زهرة الدم التي رأاها في المقبرة هي التفاصيل الملفتة للنظر على الرغم من حل الخلال